دلوقتي هنسمع رأيين آخرين هنبدأ برأي الأستاذ الحبيب بعجيلا أستاذ الحبيب حضرتك معك خمس دقيقة كم نتفضل هنا أعرض وجهة نظرك زي ما أنت عايز أنا في الحقيقة في البداية أشعر فعلا وأريد أن أعترف أني أشعر بصعوبة حقيقية أن تكون دارس للفلسفة وتحاول أن تبحث عن الفكرة في تنسيبها وأن تكون أيضا دعوني أقول يعني فاعل سياسي على امتداد سنوات من شبابك تريد أن تؤسس لي فكرة تقوم على ما نسميه على الأقل نحن في المغرب العربي بالكتلة التاريخية بين التيارات الوطنية للأمة سواء كانت الإسلامية أو العروبية أو الليبرالية أو غيرها والتي تحاول أن تقدم قراءة مشتركة لهذه الأمة كلها بجميع فصائلها وبجميع توجهاتها وبجميع مذاهبها في سياق عالمي يستهدفها مباشرة ثانيا تجد نفسك أمام صعوبة حقيقية أمام سؤال يضعك فعلا أمام خيارين لا معنى لهما إذا نظرنا إليهما من بعدنا العربي عندما يقول لي أيهما أخطر أمريكا أم إيران هو يحسم الأمر أننا أمام خطرين في آخر الأمر وعلينا أن نختار بين الأخطر عندما أنظر إلى المسألة أنا في سياقها التاريخي أقول أن هذا النوع من الأسئلة طرح باستمرار في هذه الأمة من طرف جملة من القوى التي تريد أن تحدد دائما وباستمرار أو تريد أن تحجب دائما وباستمرار العدو الرئيسي والعدو الأساسي المؤكد الذي ما فيش نقاش الذي يعني تاريخنا كله يؤكد على عداوته لنا وتحاول أن تصنع بشكل أو بآخر عدو جديد في منطقتنا في علاقة بجغرافيتنا في علاقة بوقعنا في علاقة بتاريخنا ومفروض علينا أن نتفاعل معه في إطار مشروعنا نحن كأم ألم يطرح في يوم من الأيام أيهما أخطر الخطر الشيوعي أم الخطر الأمريكي عندما كان جمال عبد الناصر وكانت القوى القومية الصاعدة تحاول أن تبني مشروع على علاته بقطع النظر عن موقفنا من هذه المشاريع في علاقة بالديمقراطية في علاقة بالتعددية لكن في علاقة بالأمة وتوجهاتها الاستراتيجية الكبرى ومعاركها الرئيسية طرح هذا السؤال أيهما أخطر يعني أمريكا أم الاتحاد السوفيتي وفي صورة ربما بعد ذلك أكثر تسويغا للواقع أيهما أخطر إذن جمال عبد الناصر والقوميين والشيوعيين واليساريين الذين يعني يرتبطون بالقوى الأجنبية الملحدة أم هذه القوى التي تمسك برقابنا وتنام صباحا مساء في فراش العدو ألم يطرح في أوائل الألفين عندما ذهبت تركيا في اتجاه آخر تحاول فيه أن تقترب أكثر إلى فضائها العربي والإسلامي وتحاول أن تتعامل على قل في علاقة بينك أمة من خلال هذا الانتماء الشرقي والإسلامي المشترك لشعوب ناهضة ألم يقلنا نفس هذا الكلام من طرف نفس الأطراف أيهما أخطر والخطر العثماني وأصبح وقتها يمكن أن نقرأ التاريخ من جديد وأن نكتب التاريخ كما نريد وأن ننطلق من الوقائع كما نريد وأن نفسر وقائع على الأرض كما نريد فنتحدث عن الخطر العثماني والتتريك وغيره وغيره وتخرج وقتها قراءات يعني يتعلق الأمر فيها بالمعلومة المعلومة العلمية أصلا عندما نعود إلى هذا التاريخ في علاقة العثمانيين بعالمنا الدولة العثمانية هل هي بالفعل بالصورة الرديئة التي صورت لنا من طرف الإنجليز ومن طرف الفرنسيين في الفترة التي كانوا معنيين فيها بأن يؤسسوا لاتفاقية سايكس بيكو ومع ذلك ترددها نفس الأطراف لكي تتحدث على خطر آخر غير العدو الرئيسي ولكي تضيع البوصلة اليوم بنفس السياقات وبنفس المعطيات ولنفس الأسباب يتم استحضار عدو آخر نحاول أن نصنعه بالمعلومة إن وجدت أو لم توجد أنا استمعت منذ حين إلى كلام يتحدث عن العلاقة بالصفوية الثورة الإيرانية في مضامينها الأساسية ذعنا من مساراتها فيما ذهبت إليه بعد ذلك الثورة الإيرانية أساسا هي محاولة القطع مع المفهوم الصفوي للدولة الإيرانية كما قامت مع النظام الشاهي الشاهي عندما نقرأ أدبيات الثورة الإيرانية المستنيرة نفسها والتي تربينا عليها في سنوات في أواخر السبعينة عندما نقرأ لشريعتي ونقرأ لمودرتي ونقرأ للعديد من مفكري هذه الثورة سواء في المجال الثوري الإسلامي أو في المجال الصراحي نجد أن هناك معلومات يتبهون تفهيك شكرا للمشاهدة